موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم و مع درس جديد من دروس صف الخامس البتدائي نرسينا النهاردة نتكلم عن comparing and ordering fractions قبل من نبتطيه تعالى نراجع مع بعض يعني ايه كلمة fraction كنا اتكلمنا عن fractions و قلنا ان هي part of a whole one طيب ازاي ان احنا نقدر نعمل comparing ما بينهم نشوف مين الاكبر و مين الاصغر اول حاجة عندي if they have the same denominator اتفقنا عندنا هين لو انا عندي 3 over 5 الثري دي كان اسمها numerator والفايف دي كان اسمها denominator فلو انا عندي two fractions that have the same denominator وكان عندي النميراتر هو اللي مختلف فالنميراتر الاكبر دي الفراكشن الاكبر فلو انا بعمل comparing ما بين 3 over 5 و 2 over 5 عندي الدينميراتر زي بعضه 5 و 5 نبدأ نعمل comparing ما بين 3 و 2 3 is greater than 2 يبقى 3 over 5 is greater than 2 over 5 يبقى if the two fractions have the same denominator then the greatest numerator for the greatest fraction يبقى لو الدينميراتر زي بعضه ندور على النميراتر الاكبر النميراتر الاكبر هو ده الفراكشن الكبير ثاني نقطة عندنا في درس النهاردة لو كان عندي النميراتر زي بعضه يعني انا عندي هنا 3 over 5 وعندي 3 over 8 مين اكبر النميراتر زي بعضه نبدأ ندور على الدينميراتر الصغير الدينميراتر الصغير هو ده الفراكشن الكبير ثاني يبقى انا عندي لو انا بتكلم على 2 over 5 و3 over 5 الدينميراتر زي بعضه يبقى 3 over 5 is greater than 2 over 5 انما لو كان موجود العكس عندي مثلا 5 over 10 و5 over 11 او الدينميراتر زي بعضه مين الدينميراتر الصغير؟ الدينميراتر الصغير هو 10 يبقى ده الفراكشن الاكبر طيب تعال نشوف مع بعضه اول سؤال بيقولينا ايه؟ بيقولينا arrange each of the following in ascending order وجايب لينا هنا الفراكشن لو خدنا بنا هلاقي الدينميراتر زي كلها زي بعضه انا عاوز ascending order يبقى من الصغير للكبير طيب اصغر نمبر عندي هنا في النميراتر اللي هو الone هي بدأ اصغر فراكشن بعدها عندي 2 over 13 بعدها عندي هنا 9 over 13 بعدها 12 over 13 بعدها 15 over 13 يبقى الorder عندي ascending order 1 over 30 بعدها 2 over 30 9 over 30 12 over 30 15 over 30 يبقى لو كان الدينميراتر زي بعضه اصغر نميراتر ده الاصغر فراكشن واكبر نميراتر ده الاكبر فراكشن طيب في question number b بيقولي الموضوع مختلف شوية جايب لي النميراتر هو اللي زي بعضه وعاوز اعمل arrange in ascending order ascending order يعني انا عاوز اصغر فراكشن طب مين اصغر فراكشن اصغر فراكشن بيكون هو اكبر دينميراتر على عكس السؤال الاول السؤال الاول لما يكون الدينميراتر زي بعضه اصغر فراكشن هو اصغر نميراتر انما السؤال التاني انا عندي النميراتر كله زي بعضه كله فيه 4 انما المختلف الدينميراتر اللي تحت هو المختلف لو انا عاوز اصغر فراكشن يبقى اكبر دينميراتر اصغر فراكشن بعدها عندي السبنتين بعدها عندي الاليفن بعد كده عندي السبن بعد كده عندي السبن بعد كده عندي ثري يبقى الاردر عندي منه صغير لكبير in ascending order 4 over 19 بعدها 4 over 17 بعدها عندي هنا 4 over 11 4 over 7 بعدها 4 over 3 نشوف مع بعض سؤال تاني بيقولنا put greater than or smaller than في كويتشن اي بيقولي 5 over 9 or 2 over 9 انا عندي الدينميراتر زي بعضه يبقى ابدأ ابص على النميراتر او عندي هنا 5 وهنا 2 5 اكبر من 2 5 over 9 is greater than 2 over 9 كويتشن بي بيقولي 3 over 10 و 3 over 7 المرة دي النميراتر زي بعضه يبقى نبدأ نبص الدينميراتر الصغير هو ده الفراكشن الكبير يبقى لما يكون الدينميراتر زي بعضه النميراتر الكبير للفراكشن الكبير المفروض المرة دي العكسي النميراتر زي بعضه يبقى الدينميراتر الصغير هو ده الفراكشن الكبير question c بيقول لي 2 over 11 و2 over 15 احنا كده عرفنا خلاص انا عندي هنا النمريتر زي بعضه يبقى يبدأ ابص على الديناميناتر الديناميناتر الاصغر هو ده الفرaction الاكبر 5 over 6 4 over 6 اللي اتنين have the same denominator نبدأ ابص على النمريتر ال5 اكبر من ال4 يبقى 5 over 6 is greater than 4 over 6 we will find all possible value 4x which satisfy each of the following relations where x is the whole number يعني عاوز اجيب value of x اللي موجود عندي طيب انا عندي هنا 4 over 9 وx over 9 و7 over 9 عاوزين نكتب value of x بس تعالى الاول لازم نتأكد ان هما have the same denominator انا عندي 9 و9 و9 طيب الفور عاوز نمبر ما بين الفور وما بين السبن ايه نمبر اللي ما بين الفور وما بين السبن ممكن نختار 5 وممكن نختار 6 يعني معنى كده ان الـ x دي ممكن تبقى equals 5 وممكن تبقى equals 6 لانه بيقول لي find all possible value مش طالب مني value واحد بس ده بيقول لي find all possible value طيب تعالى نشوف question b بيقول لي 2 over 7 2 over x 2 over 3 انا السؤال ده عشان حالله لازم اتأكد ان هما have the same denominator او have the same numerator او انا عندي هنا 2 و2 و2 فبدور على number ما بين 3 وما بين 7 يبقى ايه النمبر ده يبقى نقدر نقول ان الـ x دي equals 4 او equals 5 او equals 6 طيب في question c الموضوع مختلف بيقول لي 1 x over 8 5 over 8 الـ denominator زي بعضه في 2 بس مختلف 1 طيب ما نعرف ان الـ 1 ده لو كنا فاكرين كنا بنقدر نقول ان الـ 1 ده عبارة عن 2 over 2 ونقدر نقول ان هو 3 over 3 ونقدر نقول ان هو 4 over 4 طيب انا هاختار كام على حسب الـ denominator الـ denominator هنا كان 8 فنخليهم كلهم 8 over 8 يبقى الـ denominator دلوقتي يبقى زي بعضه السؤال عندنا بقى 8 over 8 is greater than x over 8 is greater than 5 over 8 او انا عاوز number ما بين الـ 5 وما بين الـ 8 يبقى معنى كده ان الـ x is equal 6 or 7 بنفس الطريقة نحل question d 2 over 7 2 over x and 1 او انا عارف ان الـ 1 ده فانا نقدر نكتبه 2 over 2 ليه ما اخترتش حاجة تانية لان السؤال ده انا عندي 2 و2 في الـ numerator فبكتب الـ numerator زي بعضه دلوقتي انا عاوز number ما بين الـ 2 وما بين الـ 7 يبقى الـ x عندي equal 3 يقيمة 4 5 or 6 تالت فكرة في درس النهاردة لو انا عاوز اعمل comparing between two fractions with different numerator and denominator لو كان الـ numerator مختلف و الـ denominator مختلف كنا قلنا عندنا لو انا بعمل comparing between two over five و three over five انا عندي الـ 2 have the same denominator كنا بنقول تلمى الـ denominator زي بعض الـ numerator الاكبر هو ده الفراكشن الاكبر وبعد كده قلنا لو انا بعمل two over eleven وهنا two over five اللي اتنين عندي هنا have the same numerator بس الـ denominator مختلف الـ denominator الاصغر هو ده الفراكشن الاكبر طيب نفرض ان انا عندي الـ numerator والـ denominator اللي اتنين مختلفين وليكن عندي two over three وfour over seven قال لي ازاي نعمل comparing عندي طريقة من اللي اتنين اول حاجة عندي ان انا نخليهم اللي اتنين common denominator ان انا نعمل three times seven فانا اخلي هنا twenty one وهنا twenty one انا هنا عملت three times seven equals to twenty one وعملت الاثنين الـ three عملتها times seven يبقى انا هعملت two times seven بقت equals fourteen نفس الكلام الـ seven عملتها times three يبقى الفور هعملتها times three بقت equals to twelve انا عندي الاثنين دلوقتي have the same denominator يبقى انا عندي الـ fourteen اكبر من الـ twelve يبقى fourteen over twenty one is greater than twelve over twenty one طيب دي طريقة طيب معنى كده ان two over three is greater than four over seven الطريقة التانية لو انا عندي two over three وعندي four over seven فالطريقة دي ان انا هبدأ من تحت الفوق يعني هقوله three times four equals twelve seven times two لازم نبدأ من تحت الفوق equals fourteen انا عندي الـ fourteen اكبر من الـ twelve يبقى انا عندي two over three is greater than four over seven طيب نفرض ان انا جايبلي one and two over five one and three over four انا عندي هنا مكس النامبر ومكس النامبر الاول نتأكد ان الهول نمبر الاثنين دول ايكوز طالما الاثنين دول ايكوز هنعتبر عندي ان الـ one ده كأنه مش موقود يبقى انا عندي two over five وthree over four بنفس الطريقة five times three equals fifteen four times two equals eight يبقى الـ fifteen is greater than eight يبقى one and three over four is greater than one and two over five يشوف مع بعض الاسئلة ممكن تجلنا ازاي فانا عندي هنا three over four وfive over six يبقى بنفس الطريقة هاقوله four times five equals two twenty هنلازم ابدأ من تحت الفوق six times three equals eight هنعندي twenty اكبر من الاتين يبقى five over six is greater than three over four بنفس الطريقة هنحل question b ten over twenty four و fourteen over eight ممكن الاول ان اعمل simplifying وبعد كده ابدأ حل او ممكن استخدم الكالكوليتر على طول هنقوله عندنا twenty four times fourteen equals three hundred thirty six يبقى هكتب هنا three hundred thirty six و eighteen times ten equals two one hundred eighty هندي three hundred thirty six اكبر من one hundred eighty يبقى هندي fourteen over eighteen اكبر من ten over twenty four طيب نفرض ان انا مش عاوز احل بالكالكوليتر هنعمل simplifying هنعمل ten divided by two equals five twenty four divided by two equals twelve fourteen divided by two equals seven eighteen divided by two equals nine وبعد كده هنعمل منطب line twelve times seven equals to eighty four nine times five equals to forty five يبقى انا عندي ان ال eighty four اكبر من ال forty five يبقى seven over nine is greater than five over twelve في question c الموضوع مختلف شوية بيقولي two and two over three و seven over five هنع عندي هنا ميكس النامبر وعندي هنا فراكشن الفراكشن ده لو خدنا بلنا هنلاقي النيمريتر is greater than the denominator هو يبقى الاول لازم احول ده الميكس النامبر طيب تعال نشوف هنحوله ازاي اول حاجة هكتب الفراكشن نضغط هالفراكشن وكتب seven over five ونقول له equal طيب الفراكشن هنا لما كتبت equal دهني فراكشن تاني عاوز احول الميكس النامبر بنضغط على shift وSD كتبهنه في صورة فراكشن اللي هو one and two over five يبقى انا عندي هنا seven over five دي اللي هي one and two over five خلاص انا عنديش حاجة اسمها seven over five دلوقتي هندلوقتي بعمل comparing ما بين two and two over three one and two over five لو خدنا بلنا هنلاقي الهول نومبر هنا عندي two والهول نومبر هنا one اوه two is greater than one يبقى انا عندي هنا two and two over three is greater than one and two over five question دي بيقول لي اعمل comparing ما بين four over five and one اوه انا عندي هنا one وعندي fraction الفراكشن ده النمريتر اصغر من الديناميناتر اي fraction النمريتر فيه اصغر من الديناميناتر يبقى less than one اي fraction النمريتر less than the denominator يبقى لازم يكون اصغر من الone طيب تعالنا نتأكد من كلامنا انا ممكن اشيل الone دي واكتب مكانها five over five ليه اخترنا five لان الديناميناتر عندي هنا five فطالما two fractions have the same denominator يبقى اعمل comparing four and five لالfive اكبر من four يبقى الfive over five اللي هي الone اكبر من four over five نشوف مع بعض سؤال تاني بقولينا arrange each of the following fraction in descending order حاوز راتبهم من الكبير للصغير طيب انا عندي اكتر من طريقة اول طريقة ان انا اعمل common denominator طيب تاني طريقة تاني طريقة الموضوع بيكون فيها بسيط شوية ان انا حولهم كلهم لديسيميل طيب ازاي؟ هنستخدم الكالكوليتر هنكتب عندنا هنا seven over twelve واقول له equal الانسر تلقى عندنا fraction نضغط على الاس دي عشان نخليها ديسيميل يبقى الانسر عندي نكتب three digit zero point five hundred eighty three يبقى اول fraction عندي هنا equal zero point five hundred eighty three نشوف الفraction اللي بعدو بنفس الطريقة five over six is equals وبعد ذلك نضغط على الاس دي zero point eight hundred thirty three zero point eight hundred thirty three الفraction اللي بعدو نكتب seven over eight ونضغط على الاس دي zero point eight hundred seventy five zero point eight hundred seventy five two over three بنفس الطريقة two over three بنفس الطريقة zero point six hundred sixty six zero point six hundred sixty six عاوز عمل arrange and descending order يعني من الكبير للصغير فاكبر fraction عندي هنا اللي هو eight hundred seventy five بعدها eight hundred thirty three six hundred sixty six five hundred eighty three يبقى لما نيجي نرتب هقول الأوردر ونكتب الفراكشن زي ما موجوده عندنا في السؤال أول نمبر عندنا اللي هو كان seven over eight اللي بعدها كان عندي five over six اللي بعدها two over three بعدها seven over twelve يبقى الموضوع بكل بساطة أنا حولتهم كلهم لديسيميل وبعد كيه رتبت طيب تعال نشوف كويتشان نمبر two نعمل نفس الطريقة احنا لسه عاملين two over three اللي هي equal zero point six hundred sixty six three over four احنا عارفين ان هي zero point seventy five five over six احنا لسه عاملينها اللي هي zero point eight hundred thirty three one over two اللي هو equal zero point five انا كده عندي هنا three digit وهنا عندي two digit وهنا عندي one digit اتفقنا لازم اخليهم كلهم three digit ان انا بكمل الفاضل عندي بال zero يبقى انا عندي 75 زودتلها zero وال5 زودتلها two zeros نبدأ بعد كده نعمل arrange in descending order يعني عندي من اكبر واحد لاصغر واحد فأكبر 133 بعد كده zero point seventy five zero point six hundred sixty six بعد كده zero point five نبدأ نكتب الفراكشن عندي all order نكتب الفراكشن زي مهما موجود عندي اول فراكشن عندي هنا اللي هو five over six بعدها three over four بعدها two over three بعدها one over two نشوف مع بعض السؤال تاني بيقول لنا عندي هنا three and one over four وبعد كده بيقولي three point two نبص على الهول نمبر الهول نمبر كان عندي هنا three والهول نمبر هنا three اه كده الهول نمبر زي الهول نمبر يبقى انا بعمل ما بين الone over four with zero point two طالما الهول نمبر زي الهول نمبر طالما انا عارف انه zero point two دي اللي هي بكام اللي هي two over ten تعالا نعمل four times two equals eight ten times one equals ten ما انا عارف انه ten is greater than eight يبقى three and one over four is greater than three point two question b بنفس الطريقة انا عندي هنا five في الهول نمبر وعندي five في الهول نمبر يبقى الهول نمبر يبقى الهول نمبر يبقى الهول نمبر ما احنا عارفين zero point seven دي اللي هي seven over ten هؤلاء الاثنين كده يبقى الهول نمبر والديناميناتر مختلف الديناميناتر الاصغر هو الفركشن الاكبر يبقى انا عندي five and seven over nine is greater than five point seven اخر سؤال في درس النهاردة بيقولينا نعمل الرنج للنمبر Z in ascending order يعني انا عاوز راتب من الصغير الكبير فاتعالا نشوف انا عندي هنا six two point three five and one over four four and one over two five and two over three طبعا اصغر نمبر عندي اللي يكون فيه الهول نمبر صغير فاصغر واحد عندي هنا اللي هو two point three بعد كده عندي four point two four and one over two الاتنين دول محتاجة اعمل ما بينه طب الفور زي الفور يبقى انا بعمل ما بينه zero point two وone over two طب ما انا عارف ال zero point two دي اللي هي two over ten ten times one equals ten two times two equals four ten اكبر من four يبقى الone over two is greater than zero point two يبقى الفريكشن الاصغر four point two وبعد كده عندي هنا four point five نفس الطريقة انا عندي five and one over four وfive and two over three عندي five وعندي five الهول نمبر زي بعضه يبقى انا بعمل comparing ما بين الone over four والtwo over three four times two equals eight three times one equal three يبقى الeight اكبر من الثري يبقى الفريكشن اللي فيه two over three is greater than one over four يبقى الترتيب عندي five and one over four بعدها عندي five and two over three اخر حاجة عندي اللي فيها الهول نمبر عندي equal six يبقى انا لما باجي ارتب نبص الاول على الهول نمبر الهول نمبر في اول decimal نمبر كان موجود عندي two فيبقى two point three ده اصغر واحد نشوف اللي بعده كان عندنا four اه مفيش عندي هنا four لا الفور متكرر مرتين عندي zero point two one over two one over two ده اللي هو zero point five zero point two ولا zero point five لا zero point two اصغر فيبقى four point two بعدها four and one over two بعد كده الفريكشن اللي بعده five and one over four و five and two over three one over four is smaller than two over three بنكتب الاول five and one over four و five and two over three اخر حاجة عندي اللي يكون فيه الهول نمبر سيكس ده اكبر فريكشن موجود عندي وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا